موسيقى السلام عليكم ورحمة الله في هذا الفيديو إن شاء الله سنرى الفقرة سادسة درس الاتصال اللي هي الدالة العكسية الفقرة قبل الأخيرة من الدرس بالنسبة للفقرة هذه سننهضر الثلاثة المهمة في هذه الفقرة لهم أول حاجة وهو أنه في حاجة أن أتقابل دالة العكسية يجب تطعل كل الشرطين الان تكون مختلفة Around وم happiness بالتجابة الثلاثة ٣ الرتابة الشرطة ولكن في مجال A و في الصورة أما بالنسبة للخاصية الأخيرة وهي كيف نمثل المنحنة دالة عكسية انتلاقها من المنحنة دالة معينة وهي تكون مبنية على التماثل المحوري وهذا الشيء ما سنرى إن شاء الله في هذا الفيديو بالنسبة للحاجة الأولى وهي أن يقول لك إذا كانت F متصلة والتي بقاطعة على مجالين E فإنها تقبل دالة عكسية والدالة العكسية يرمزها بF-1 أو F-1 معرفة على مجالين J وبطبيعة الحال J تقوم بصورة مجال E وفي هذا الفيديوهات التي قبل كيف نحسبها صورة مجال معين انتلاقها من طبيعة الحال من الرتابة الدالة ومن تعبير الدالة يقول لك أن F متصلة إلى Y تساوي X بحيث طبيعة الحال Y ينتمي للجال وهي مجموعة الوصول للدالة F تكافي أن F إلى X تساوي Y بحيث X ينتمي إلى E أو للعكس أو F إلى X تساوي Y بحيث X ينتمي إلى E تكافي أن F موانزا ل Y تساوي X بحيث Y ينتمي إلى الج طبيعة الحالة التعبير الذي لدينا هو الذي يعاوني لكي تلقى التعبير الدالة F موانزا بينما الخاصية الثانية كيفما قلنا إذا كانت F متصلة ورتي بقطعا على مجالين E فإن دالتها العكسية متصلة على F ل E ولها نفس الرتابة الدالة F يعني إذا كانت F تزايدية فتا F موانزا تزايدية ولا عكس أما بالنسبة للمنحنية الدالتين F و F موانزا يكونون متماثلين طبيعة الحال بالنسبة للمستقيم للمعادلة Y يساوي X وهذا سهل لنرسمه وسهل لتعبير التماثل المحوري سنحاول أن نخدم هذا المنحنية لذلك المنحنية ونطبق علينا هذا الشيء الذي لدينا لكي تفهموا هذا الشيء الذي كنت أقول أكثر بالنسبة للتمرين عندنا F معرفة على مجال E بيين في الحالتين أن الدالة F تقبل دالة عكسية F معرفة على مجال G يجب تحديده ثم حديد تعبير F موانزا ل X بالنسبة للدالة الأولى عندنا F ل X F ل X تساوي 3 ناقص 1 على ناقص 1 X طبيعة الحال هذه الدالة مجموعة تعريفها رابين أنها ستكون أغنى جمالي أنه لدي شرط واحد هنا وهو أنه يجب تكون X تخالف X تخالف 0 مجموعة تعريفة الدالة نكسبها بين قوزين 1 مجموعة تعريفة الدالة تساوي أغنجمة أو لا ناقص ما نهاية 0 اتحاد 0 زائد ما نهاية مجموعة هذه الدالة F ستكون متصلة على أغنجمة وبما أنها متصلة على أغنجمة طبيعة الحالة تكون متصلة على هذا المجال E الذي أعطيه هنا وهو المجال 0 زائد ما نهاية لأنه المجال 0 زائد ما نهاية مجموعة أغنجمة نكتب هنا إذن F متصلة على المجال E لماذا؟ لأنه ضمن أو لا نقل مجموعة أغنجمة هذا الشرط الأول وهو الاتصال لكي نعرف ماذا تقبل الدالة عكسية أو لا بقية شيئة واحدة وأنها يجب أن تكون رتيبة على هذا المجال E يجب أن تكون الرتابة لها لا تبدل في المجال E أي تزايدية أو تناقصية لا تبدل مجموعة أغنجمة في المجال أغنجمة سنحسب فنحسب 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 كل عناصر X أو كل عناصر X من المجال E كلما هو X أبارتين F' X equal Derivative 3 – 1 x Derivative 3 يعني الاشتقاق ساعد صفر 1 هذه هي فنكسية الإشتقاق هو ناقص 1 مع هذا الناقص هذا سأخبر عندي واحد على X و Z2 هذه هي F' X بطبيعة هذا الرقم هذا أكبر قطعاً من الصفر لأنه المقام عندي هنا مربع كامل مزيان هنا بما أنه F' X أكبر قطعاً من الصفر سنسنتج أنه F' تزايدية F' تزايدية تزايدية قطعاً على المجال بما أنه لدي هذه الشرطين اللي هم شرط الرتابة هذا الشرط الثاني الشرط الأول للاتصال بما أنه الدلة متصلة على E ورتيبة قطعاً على E يعني أنها تقبل دلة عكسية F' نكتبها هنا من واحد واثنان نستنتج أن F' تقبل دلة عكسية F' على أحد المجال G طبعاً لا نعرف ما يقوم بها وكيف تقوم بها تقوم بها الصورة المجال E يعني إذا أردنا نحسب صورة المجال E سنحسبها صورة المجال E المجال E كما نرى هو المجال 0 زائد من نهاية وفي أحد المجال نحسب صورة المجال يجب أن تكون دلة متصلة بطبيعة الحال ويجب أن نعرف الرتابة هي زائدية أو تناقصية يعني أنا أعرف رتابة هذه زائدية أنا أحتفظ بالترتيب سنقوم بعمل المجال المجال 0 زائد عدد يمي بطبيعة الحال والمجال المجال في زائد ما نهاية مزيان تساوي بالنسبة للمجال هذه الدلة في 0 زائد سيعطيناه ناقص ناقص ما نهاية طبيعة حادرة نهاية بسائط سفر زائد زائد ما نهاية ناقص ناقص ما نهاية ثلاثة ناقص ما نهاية بينما المجال في زائد ما نهاية سيعطيناه العدد ثلاثة لأن المجال 1 x ثلاثة 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 مجال ناقص ما نهاية ثلاثة أحبط أعرف التعبير ف موانزة ستساوي من المجال ف ف موانزة ف سنقص ف ي و سنأخذ واحد العنصر لأن x y y y f x y تكافئ f y تساوي x ما سنقص 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 ف سنقص ف سنقص x سنقص مجاهل سنرى الطريقة التي تريدت والمجاهل التي تريدت سنعرف كل مجهول في مجال كائن جيد سنبدأ f x y y x x y y y y x y y y نريد التسمية المجاهل كما قلت يجب أن نعرف أن هذا X يكون وسط F سيكون وسط المجال E أما بالنسبة ل Y سيكون وسط المجال G هذا Y لدي وسط F موانزة يعني سيكون وسط المجال G النتيجة سيكون وسط المجال E بالنسبة لكما قلت هنا الحروف سيبقى يتبدل المشي مشكلة نبدأ من F ل X تساوي Y F ل X تساوي Y تكافئ F ل X سنقوم بقيمتها وهي 3 ناقص 1 على X تساوي Y سيكون هنا سيكون X بدلالة Y لأن هنا أنا كاتب Y بدلالة X سيكون X بدلالة Y وهذا التعبير الذي سيخرج لي هو الذي سيكون تعبير F F موانزة ل X سيكون ثلاثة الطرف الثاني سيكون ناقص 1 على X تساوي Y ناقص ثلاثة من بعد نضرب ناقص واحد في الطرفين سيكون 1 على X تساوي ثلاثة ناقص Y من بعد نضرب المقلوب سيكون X تساوي 1 على ثلاثة ناقص Y أنا هنا لقيت X بدلالة Y يعني هذا التعبير الذي لدي هنا هو التعبير F موانزة ل H F موانزة ل Y يعني نكتبها له هنا إذن F موانزة ل Y تساوي 1 على ثلاثة ناقص 1 على ثلاثة ناقص Y بما أنه كتب لي تم حد التعبير F موانزة ل X ما سيكون هنا سنبدل هذا Y نبدله ب X يعني سيكون هناك في الأخير سيكون F موانزة ل X تساوي 1 على ثلاثة ناقص 1 على ثلاثة ناقص X طبيعة الحال لعدد X كما قلنا نرى ينتعمل المجال في هذه الحالة ينتعمل المجال J هذا المثال الأول وهذه هي الطريقة التي تدار ذيما لكي تبين ذلك تقبل ذلك العكسية باستخدام الاتصال والرتابة تحدد المجال J مجموعة تعريفة ومجموعة انطلاق الدداء العكسية وتحدد تعبير F موانزة ل X من بعد نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هذا المثال بالنسبة للمثال الثاني سوف نجعلكم أنكم تخدموه طبيعة الحالة هي تخدم بنفس الطريقة غير الحاجة الوحيدة وهي فعلا نريد أن نحدد تعبير F موانزة سوف نطلق بنفس الطريقة غير أن يكونوا خطرات يجب أن تعمل أو تناسبية أو كل مرة كيف تصل إلى تعبير الدداء العكسية وهو يكون بعض الخطرات في بعض التعابير يكون صعب قليلا بالنسبة للشيء الوحيدة وهي كيف نمثل منحنة الدداء العكسية انطلاقا من منحنة الدداء سأخبركم مثال بسيط لكي تفهموا البرانسيب بالنسبة للبرانسيب البرانسيب مبني على التماثل المحوري سأخبر المماثل بالنسبة للمحور معين هنا سأخبر تمثيل الدداء سأضعه سأضع أشوائية مثلا نقوم بحلقة هذا هو منحنة الدداء منحنة الدداء أنا أريد أن نرسم منحنة الدداء العكسية أول شيء سأخبر وهي نمثل هذا المستقيم هذه المعادلة يساوي x هذا المستقيم يبقى أخذ دائما نقوم بحلقة النقطة التي هي أصل المعلم 0 0 والنقطة الثانية هي 1 1 1 1 هذا هو المستقيم طبيعة الحضرة كيف مرتن من 3 3 1 1 إلى آخره كيف مرتن هذه النقطة كاملة حتى المعادلة هي y يعني الأفصال الأرشوب يكونون متساويين في حالك يعني يعني يمرن هذه النقطة ذاهته كامل وفي حالك وهذا هو المستقيم هو المستقيم قام بترسم المنتخيم بعد منذ الذي سأريد أن ترسم المنحنة الدقاء العكسية ما هي السابقة تم سأخذ هذه النقطة أو جوج أو أربعة أو ما الممثل صحيح وتأخذها ونقوم بجددا نقوم بجددا ونقوم بجددا لتأخذ هذه المزيدة بجددا بالنسبة لمستقيم إذا سوف نأخذ هذه النقطة ممثلة بالنسبة المستقيمة سهلة. كنت أجدها في ثامنة وتمثل المحوري. سوف تنسب حلقة الإسقاط العمودي وتأخذ نفس المسافة في هذه النقطة الأولى ، سوف نأخذ حلقة ممثلة بالنسبة التي سوف نأخذ من إسقاط العمودي نفس المسافة ونحبس. إسقاط العمودي وهذه الآن قد نرسم وقوم بمستخدم الشكل نزيد نكمل ماشي مشكلة نزيد نقطة أخرى نأخذ مثلا هذه النقطة هذه الإسقاط العمودي نفس المسافة ونقوم بشكل شكل سيكون مرر من هذه النقطة في حلكة كاملين وهذا هو المنحنة للدل العكسيو وهو طريقة للرسم كما قلنا هنا كل شيء مبني على كل شيء مبني على التماثل المحوري بالنسبة للمستقيم المعادلة Y يساوي Y يساوي X هذه الفقرة تقريبا للدل العكسيو بالنسبة للإتصال نتمنى أنكم تكونوا فهمتكم كل شيء هنا نكملوا تطبيق هذا السؤال الذي لديكم هنا والله يصل لأمور الجميع إلى فيديو آخر إن شاء الله